اهلا وسهلا فيكم من جديد سنحكي مع الدكتورة هنادي قاعدان اخصائية اضطرابات نفسية وسلوكية عن موضوع اضطراب الشخصية الحدية اهلا وسهلا دكتورة صباح الخير يسعد صباحكم جميعا صباح الخير للمشاهدين جميعا اهلا وسهلا دكتورة لما نتحدث عن اضطراب الشخصية الحدية بتشبه في ملامحها العامة مرات موضوع القلق الزائد او موضوع التفكير الزائد وبيأثر على جودة الحياة والعلاقات الاجتماعية شو اهم وابرز اعراض او المشاكل اللي بيعاني منها هذا الشخص تماما بداية انا بشكركم على الاستضافة الكريمة وعلى طرح الموضوعات القيمة اللي بتفيد كل البيوت العربية جمالا لانه اضطراب الشخصية ينبع دائما من مؤثرات بيئية اكتر منه قد تكون عصبية او وراسية او ما شابه طبعا الاتراب الشخصية الحدية اللي هي طبعا بياخد مصطلح بردان لاين طبعا بيرسوليتي دي سوردرز اللي هو بيحمل نمط من السلوك في حالة عدم استقرار الفرد في تكوين علاقات مع الآخرين يعني ما بيكون في حالة سوية ما بتقبل الآخرين ولا الآخرين طبعا طبعا بتقبلوا يعني هذا اكتر بسبب واضح لنحكيله اضطراب حدي انه بيكون في عنده مشكلة بيعلاقاته الاجتماعية تحديدا عنده مشكلة ولا في مشكلة قدت لهذا الخلل انه مش قادر يكون حياة اجتماعية سوية هلأ هي شخصية اضطرابية يعني ما سوية يعني بتعاني من بعض المشكلات اللي بتحتاج لمعالجة وبتظهر هاي في نمطية السلوك اللي بتتعامل فيه مع الأفراد ومع المجتمع ومع الآخرين يعني انا حتى اوصل للسادة المشاهدين وحتى يصير الاتراب اوضح للجميع بدي اعطي مثال عسابي المثال طبعا لهو مثل المريض او اللي عنده كسور في جميع في كل جسمه ما فيك تحركي ما فيك تقيمي ما فيك تتعاملي معه بسهولة لانه فيه حسازية مطلقة بس بطلا لأ هلأ مريض الاتراب او الشخص اللي عنده اتراب في الشخصية الحدية سيم سيم المتواجد في كل بيت يعني اذا كان في شخصية حدية في هذا البيت اعرفوا انه العلاقة الاجتماعية متوترة يعني طب ايش من الاعراض دكتورة ايش ممكن نلاحظ على هذا الشخص او هو يلاحظ على نفسه هلأ الشخصية الحدية عادة بتاخد نمطية سلوكية ما بين الثنائية لهيك هي اقرب في اعراضة لثنائية القطب او الاتراب المزاج او مرة كتير مبسوط ومرة حزين شخص محبي كتير بمنح العطاء وبحب كل وبعطي كل شيء لشخص وفي نفس الوقت ممكن تتحول هاي المشاعر الايجابية لكره وسلبية وعدم تفاعل طبعا فيه تضاد ما عنده حالة من الوساطية اما ابيض اما اسود ما بيقدر يتعامل في الحالة الوساطية اضافة انه هذا الشخص دائما يعاني من الفقدان يخشى انه يفقد هذا الاخر وحتى اذا هو ما ابدأ الطرف الثاني في تكوين العلاقة ما ابدأ رغبة في مثلا تبادله مع المشاعر بلومه ومستعد انه يتذلل لهذا الشخص كرمال ما يفقده هؤلاء الافراد اللي عندهم اتراف الشخصية الحدية مع الاسف الشديد عندهم مشاكل في تقدير الذات والهوية الشخصية نعم طبعا انت حكيتي بيروح كثير للإكستريم يعني بيكون بمنتهى السعادة وممكن يكون بمنتهى الحزن شو بيفرق عن البيبولر او الاضطراب ثنائي القطب يعني كيف بدنا نفرق انه هاد بعاني من مشكلة اضطراب الشخصية الحدية هلأ او حقيقة في مجموعة من العوارد والتشخيص الفارغي احنا كاختصاص بفريق نقدر نميز هاي العرادية بس بالنهاية نحنا كانوا بنوصل رسالة لكل الاشخاص المشاهدين في البيوت هم مش هيعضي شخصه بحالهم او ما شابه لكن في عرادية مجرد انك انت حصيت الشخص اللي قدام منك ما عم بتفاعل مش قادر يكون علاقات بشكل سليم سلوك بلش الملل والقلق والخوف اللي جواته من حالة الفقدان طبعا بلشت تدفع لانه لاندفاعية في السلوك مثل انه يعمل اشياء مثلا غير مرهوب فيها ممكن يروح لتعاطي مخدرات مثلا ممكن فيه يصير فيه تعدد في العلاقات الغير امنة والغير شرعية لسبب انه يبحث دائما انه يا ابيض يا اسود يا اما انه لازم حب شديد يا اما كره ما بيقدر يوقف في المرحلة الوساطية زي ما انتوا شايفين انه في حالة اترابية يعني الانسان السوي بيكون علاقات بشكل سوي بيتقبل الاخر الاخر بتقبله بينما هيدا الشخصية ترفض رف تمام المجتمع والمجتمع بيرفضه بصراحة تمام طب يعني حضرتك ذكرتي موضوع القلق بشكل عام والخوف من الفقد وهي بجوز مشاعر او افكار بتراودنا كلنا طول الوقت خصوصا بجوز مع ظروف استثنائية مثل اللي مرأنا فيها السنة الماضية معظمنا في عنا بدرجات معينة يعني زادت بدرجات معينة معدلات القلق نوعا ما الخوف نوعا ما الارتباك الخوف من المجهول مع كل الاجواء اللي نحنا منعيشها كيف منفرق بين هاي العراض لما تكون هي عادية وكيف منقدر نتعامل معها وانه هاد العرض او هاد الشعور وصل لمرحلة مرضية بحاجة علاج هلأ اشكرك على هالمداخلة هاي هلأ انا بدقلك شغلة حالة الفقد بتخليك انت كإنسان تسوي طبيعي بتخليك تتدلل للآخر حتى لا تفقده ممكن تتنازل عن كل الاشياء بس ما بدي افئدك ممكن توصل انت كإنسان سوي صعب يعني آم ممكن صعب شوي عم نفكر ام شاور حالي لأ هلأ هو بصراحة انه كل إنسان معرض للفقد وهاي الحاسس والمشاعر بتكون جوا داخل كل إنسان لكن لدرجة انها تخليك تفقد هويتك الشخصية ركز معي وانك انت تتجرد من كل اشياء بس لا تروح بس اني ما بدي افئدك عمال اخوات البدكية بس ما بدي افئدك هذا السلوك ما سوي بس هذا السلوك لا يحدد اضطراب الشخصية الحدية يعني هذا السلوك متعلق ممكن اكثر بتقدير الذات بثقة بالقدرات اشكرك عزيزتي هو حقيقة نحنا قلنا في البداية اللقاء انه بتميزوا هؤلاء الأفراد انه ما عندهم تقدير ذات عندهم مشاكل بالهوية الشخصية طبعا الأسباب أكيد هلا الكل بعرف طب كيف الأسباب طب ليه شو اللي بيخلي في عندي شخصية اضطرابية في المجتمع بهذا الشكل نحن نحدد بالزبط شو الأسباب اللي قادت لهذا الاضطراب وخصوصا انك ذكرت اني هي شخصية لا تولد يعني مش وراثة او مش جينات الموضوع العلاقة بالبيئة او شو صار في عندنا خلل او تروما صحيح لا هو مش وراثة بالدرجة الاولى لكن قد يكون استعداد وراثي شو يعني استعداد وراثي يعني عندي حضر من الأفراد المقربين عنده سنائية قطب مثلا عنده اللي هي اتراف المزاج اوكي هاي بتورث استعداد وراثي للشخص بتظهر مع تواؤمها مع البيئة لما البيئة بتصير تضغط وتصير في ظروف قاهرة الاثنين هاو بتوحدوا اللي هو استعداد الوراثي وعند الانسان وقابليته له هاي الاترابات وبنفس الوقت البيئة من الخارج بالظروف المحيطة نعم لهيك هلا نحن دخلنا بموجة الكورونا على سبيل المثال بتلاحسي فيه اشخاص كتير سترس كتير عسبيين بنفس الوقت في حالة من يعني فيه سيطرة مزبوط لا لا لكن فيه اشخاص ما قدروا يعملوا سيطرة على الموضوع مزبوط لاقي دايما في حالة من التوتر عصبية في حالة يعني ظهرت عليه سلوكيات أصلا غريبة يعني مش متوقع عرفتي هل إلا علاقة دكتورة بتوقعات الشخص من ذاته أو توقعات المجتمع منه أو خوفه من الرفض المجتمعي بشكل عام هلأ هو هاي الشخصية الاترابية من عرضيته أنه دايما خايف أصلا من أنه المجتمع ما يتقبله وما يحبه لهيك تولد عنده حالة من العدائية مع المجتمع تمام خليني يوقف بس على الأسباب حتى لأن الأسباب كتير مهمة في حالة نحن حبينا أنه نحن نقي أولادنا أو لأطفالنا أو لمراهقين خاصة أنه هاي الأترابات تظهر من مرحلة المراهقة ونتاجها في مرحلة الطفولة يعني الطفل المتعرض لإساءة في مرحلة الطفولة على سبيل مثال إساءة جنسية أو إساءة جسدية أو طبعا لفظية أو معاملة قاهرة للطفل تتخبى عنده في السابكونشس في الأنكونشس في مرحلة المراهقة بتلاقي فيه طفل تحول طبعا من مرحلة المراهقة بتلاقي فيه مراهق رايح للإندفاعية للتهور لتعاطي المخدرات رايح لسلوكيات علاقات غير آمنة متعددة فهي بتكون في مرحلة المراهقة وتستمر مع الحالة حتى مرحلة الشباب طبعا وقت مرحلة الشباب وتبلش المفروض الاستقرار والهوية الذاتية أنه خلصك تملت والأمور صارت تمام بتلاقي أنه فيه حالة من الاتراب وعدم التكيف مع المجتمع أو فيه تكوين علاقات أو مع الآخرين نعم فيه سبب تاني نحن ممكن أنه حسب الدليل التشخيصي للنفسي طبعا بيحكي أنه فيه أحيانا خلل في الجهاز العصبي قد يظهر مثل نقص السيرتونين قد يظهر عرادية مشابهة لهيك أنه بيلاقي في ثنائية القطب مشابهة للمزاج عرديات متشابه مع بعض العلم والدراسات قالت أنه مش ممكن أنه تكون لحالة ممكن تكون فيه خلل في كيميا الدماغ طبعا قدت لها الظهور الاتراب تمام دكتورة العلاج يعني لهاي الحالة بشكل عام هل هو علاج سلوكي دوائي يعني مختلفة بين الاثنين شو هو العلاج؟ في الحقيقة نحن العلاج عندنا تيم مورك فريق متعدد تخصصات طبيب السايكاترس الأخ السائل اللي هو السلوك اللي هو نحن المعالج السلوكي نعم يعني هلأ ممكن هاكي الأفراد اللي عندهم اتراب البيبي ديل إجمالا ممكن زي ما نحن قلنا ممكن يكون فيه قلق ممكن يدخلوا كآبة ممكن يكون فيه عندهم حالة من الذهان هيد العرضية طبيب السايكاترس هو المؤهل الوحيد اللي يسر في الدواء يعني رح يعطيه مضادات للاكتئاب للقلق حسب وصفه الحالي هلأ أعطى الطبيب الأخ السائل السايكاترس أعطى الوصف الدوائي لحاله ما بيكفي بيحاولوا لعنا بيحاولوا للاختصاص للمعالج السلوكي أخصاء الاتراب السلوكي نعم هلأ نحن هون شم نعمل ننبش عنده الساب كونشوس والأن كونشوس من لحظة الطفولة واطلع لأنه زي ما قلت لك لأنها العرضية أساسي الاتراب بيجي من مرحلة الطفولة تمام وهي نقطة كتير مهمة لنحن ننظف الأن كونشوس عند هؤل الأفراد حتى أنه نساعد هلأ كمان كمعالج السلوكي نحن نستخدم اللي هو علاج المعرف السلوكي الجدلي اللي موقف أول شي بنرفع تقدير الزات أنا قلت لك أنه تقدير الزات عند هؤل الأفراد شو متدني نعم النقطة الثانية أنه نحن نستخدم تدريب على المهارات هم شعار فيهم العلاقات أصلا إذا أنا بدربه على المهارات الاجتماعية فبيستخدم العلم أو العلاج السلوكي المعرفي الجدلي في علاجه طبعا بجيب نتائجات مذهلة هلأ في حالات ما بتستدعي تاخد دوائي ماشي لأنه سببا ما بيكون ما بيكون في نسبة من القلق والاكتئاب لكن هو مثلا عنده زاوية معينة ما بيعرف يتسرع فيها بيكتفي في الأخصائي اللي هو المعالج السلوكي هلأ ممكن يكون فيه أخصائي علم اجتماع كماني معنا بالفريق طبعا هيدا ممكن يروح على البيت طبعا يتواصل مع البيت ويعني يشوف حالي رقبية أو يتطور بكل الحالات الثلاثة نحن منحط خطة ومنتابع حالة المريض وإله شفاء بس الشفاء بيكون أسهل وأجمل لما المريض يعترف أنه أنا شخص عندي مشاكل يعني بعاني من واحد اثنين ثلاثة وبيلجأ لعني نعم بالإترابات السلوكية بشكل عام دكتور قديش بيكون صعب بالإلا الشخص يعترف يعني أغلب الأوقات دائما من شوف الأطباء وأخصائيين حضراتكم تكونوا يعني عم تحكوا في هذا موضوع الموضوع الإعتراف والعيش في الدينايل أو الإنكار أدي بفرق في العلاج أوكي هلأ بدي إلك في شيء كثير مهم إنه أنا بدي إحكي على المنطقة العربية بشكل عام يعني ما تتوقع يجينا المريض على العيادة ويقول أنا حاس شخصيتي ما سوي أو عم مربئة بس تقول لك شغلي متى بوصلونا متى؟ لما بتيجي واحدة من العيلة بتقول إنه الفرد هي كان يعمل سلوك انتحاري أزحاله إنه توصل لمرحلة الانتحار سلوكيات بحاول يحرق نفسه بحاول يأزحاله هلأ كل الأعراض هاي لما بيوصل المريض هون بتلاقي العيلة بتهبه يلا وإنه بداش نفقده تمام؟ مع الأسف الشديد 80% تمام؟ من الأشخاص اللي كانوا يعانوا من البي بي دي إجمالا أزهروا سلوكيات انتحارية هي بالمجمل الاترباط النفسية على اختلاف أسبابها يعني اللي بيعانوا من الاكتئاب بيعانوا من الانفصام من روح لحلول الانتحار يعني أنت بتحكي ما بيوصل للعيادة غير إذا وصلنا لها المرحلة ولكن إحنا مرات مشكلتنا مش عارفين نتعامل مع مشاعرنا مش عارفين وين الخلل قديش كمان هذا الاتراب ما بعد العلاج منقدر نحكي إنه ممكن يصير شخصية سوية يعني هل بتوصل إلى مرحلة إنه قادر يرجع لحياته الطبيعية بطريقة متوازنة هلأ في الحقيقة هو قادر طبعا إذا أخذ العلاج الدوائي والعلاج الجدلي كتير رائع يعني بيجيب معنا نتاجات كتير مذهلة علاج السلوك المعرف الجدلي يعني من أحدث العلاجات أصلا اللي توصلت لإله كانت يعني شخص طبعا عنده هاي الحالة وجابت نتاجات علاج جدلي؟ نعم علاج السلوك الجدلي اللي هو تدريب على المهارات ورفع تقدير الذات ومعالجة المشكلة ليش اسمه جدلي؟ كيف التطفير إجمالا؟ واحدة مقابل تاني يعاني من تدني في تقدير الذات إذن أنا في المقابل لأخصائي برفع مفهوم الذات عند الشخص مش عارف يعمل علاقات بدربه على المهارات الاجتماعية تدريب تمام؟ هلأ التدريب بيعمل مع الاستمرارية بشكل سلوك جديد هندي صح ولا لا؟ وهيك طبعا الإنسان محكوم أو الفرد محكوم بسلوكه وإذا نحن عدلنا السلوك إجمالا هنحصد النتاجات دكتور حضرتك ذكرت موضوع عن التقدير الذات ونشوف في كتير أشخاص بيشتغلوا في هذا الموضوع كمدربين حياة ومهارات حياتية والدورات اللي بتحكي عن اعرف ذاتك وتعرف على ذاتك وعلم من تقدير ذاتك ويعني هاي الأماكن اش رأيك فيها؟ مش غلط يعني هي مش غلط ما بتدر ما بتدر ممكن ما تدر مثل ما قالت معنوعنا قرأت مقال انه في كتير أشخاص فيه نسبة انتحار يعني بتصير عالية بعد مثل هاي الدورات للأشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل نفسية وبروح بحضر دورة من هاي الدورات بعدين بطلع ما بلاقي هذا النتاج فبنصدم في الواقع أكتر فبحس انه الغلط منه ممكن تكون ردة فعل سلبية عليهم هلأ في الحقيقة انه الأشخاص اللي أصلا عندهم تدني في مفهوم الذات تمام لما ياخد دورة مثل هيك في العكس يكتشف وانت بتساعده بس انه هي أنا ممكن أقول الدورات مثلا لازم يكون عليها رقابة أعرفت هذا هو يعني بكون حدا بسميحانه لايف كوتش أو حدا بيعطي انتشروا مع الأصدف خمس تلاف واحد على مسرح ويلا النط ويلا قم ديناك بزبط شو رأيك؟ بصراحة أقول لك أنا هلأ مش مطلعة كل الدورات لكن أنا بحكي بشكل عام أنه مش غلط أنه الإنسان يظل مهتم بالأمور إياها يشتغل على توكيد الذات ويشتغل على رفع مفهوم الذات لأنه الإنسان بمر في مطبات إجمالة فيه إشياء ممكن تسلبه هويته الشخصية ممكن الشعور بالذنب أو عقدة الذنب تشعره أنه تدني مفهوم الذات ومش غلط لكن على الوجه الثاني أنا بحكي أنه هاي يعني إن شاء الله يكون فيه رقابة أو الشخص نفسه قبل ما يلجأ لدورة يتأكد مين الكوتش ومين المدرب ومين قصة الدورة هاي وإش النظارية اللي بدي يستند عليها شو العلم اللي بدي يستند عليه صحيح وبعدين أنا شايفي ما شاء الله لكل واعي ومتيقظوا جوجل مترك حدا أو اليوتيوب مترك حدا مش يعني هذا واجب من اتجاه نفسنا إنه شو مكان الخالة اللي نقدر نحسن من نوعيات حياة دكتور هانادي شكراً كتير لحضورك معنا ويعطيكي ألف عافية